أكدت مصر أن إمداد الإرهابيين بالسلاح يعني بشكل مباشر إمدادهم بالوسيلة التي تستخدم ارتكاب جرائم القتل والتدمير والترويع بما في ذلك ضد النساء والأطفال وخلال كلمته في جلسة مجلس الأمن برئاسة مصر قال مندوب مصر أدائم لدى الأمم المتحدة سفير عمر أبو العطى إن المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة بات مطالبا بالتصدي بحسم لهذه الآفة ومحاسبة الضالعين في إمداد الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية بالسلاح وأشار إلى أن اعتماد مجلس الأمن قرار بمنع الإرهابيين من الحصول على السلاح خطوة في هذا الطريق